على مدار اليومين اللي فاتوا كان في حالة جدل كبيرة جدا بعد ما نشرت وسائل إعلام على رأسها جديدة الأهرام تحقيق عن تفكيك 55 ممبر أثري من المساجد التاريخية والأثرية استعدادا لنقلها طبعا الخبر تسبب في حالة غضب كبيرة جدا بين الناس لكن وزارة الأثار بتقول أن الكلام ده مش حقيقي وأن اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية قررت في بداية عام 2017 توثيق وتسجيل الأثار المنقولة المهددة بالسرقة عشان كده تم نقل مشكوات من مسجد الرفاعي بعد تسجيلها وتوثيقها خاصة بعد سرقة سبع مشكوات السرقة التي حصلت في يناير 2017 ونجحت وزارة الداخلية في استعادتها بعد ثلاث أسابيع من هذه الواقعة الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري قال أن الوزارة نقلت منبر واحد بس ومنبر مسجد أبو بكر للحفاظ عليه تمهيدا لعرضه في المتحف القومي للحضارة المقرر افتتاحه نهاية العام الجاري والدكتور مصطفى نفى تماما صحة نقل 55 من منبر من هذه المساجد طيب دلوقتي في صور عرضتها زميلة حنان حجاج صاحبة التحقيق اللي نشرته الأهرام بتقول أنها صورتها بنفسها وأنه فعلا بيتم تفكيك المنابر الأثرية